عصابة الموت جماعة كشفت عن نشاطها في العراق وخصوصا في مدينة البصرة بعدما أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال محافظ البصرة في عام 2012 الجماعة نفسها اتهمت بأنها كانت وراء اغتيال الناشطة جنان ماذي والصحفي أحمد عبدالصمد وصفاء غالي بالإضافة إلى اغتيالات أخرى وجرائم ترويع استهدفت ناشطين وسياسيين وصحفيين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن في تغريدة له على تويتر سقوط عصابة الموت في البصرة بعدما روعت المواطنين ونشرت الموت في الشوارع وقال الكاظمي إن الأمن العراقي ألقى القبض على أفراد العصابة وإنه يعمل على تقديمهم لمحاكمة علنية عادلة وفي منحنا آخر تتحدث المصادر العراقية الأمنية والقضائية عن ضغوط تمارسها كتائب حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني لتغيير مسار التحقيق هذه الضغوط تحدث عنها أيضا شقيق محافظ البصرة الأسبق الذي اغتالته عصابة الموت مؤكدا وجود محاولات من كتائب حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني لتغيير مجريات التحقيق وقال إنه ينتظر بيانا من وزارة الداخلية يوضح حقيقة الجهات التي تقف وراء عصابة الموت التي اغتالت شقيقه والعديد من العراقيين خلال السنوات الماضية